يعني القصة الآن بين الإطار وبين السوداني أنت تقول السوداني يحاول أن يخرج عن عباءة القوى الرافعة والتي تمثلها بالإطار ألا تعتقد أن السوداني الآن تحول إلى فرصة نادرة إلى الإطار التنسيقي وممكن أن يعبر به ضمن هذه المراحل لأن السوداني يشتغل بهدوء ويفكك الكونتونات ويحاول أن يبتعد عن أن يكون جزءا من هذه المكونات أو الكارتلات السياسية البعض يصف السوداني بهذا الشكل هل السوداني فرصة الإطار أن يتمسك به؟ يعني أنا أختلف مع هذا الطرح على العكس يعني جزء من الإطار التنسيقي بات ينظر إلى سيد محمد الشعي السوداني على أنه مصدر قلق خصوصا وأن رئيس الوزراء يعني فيما يبدو بأنه سيبدأ أو بدأ مشروعه السياسي الذي ممكن أن يصطدم مع بعض الزعامات داخل الإطار التنسيقي هذا من جانب ومن جانب آخر جزء من العقيدة المنهج لبعض الزعماء لإطار التنسيقي أو حتى بقية القوى والشركاء هم لا يعتمدون عملية تحفيز تشجيع أي رئيس وزراء ممكن أن يقدم أداء مختلفا ولذلك تبقى قضية الحسابات السياسية هي من تحدد شكل واتجاه بوصلة هذه القوى والزعامات اتجاهها السوداني أو غيرها الأمر الثالث يعني نحن الآن أمام أيضا استحقاقات جديدة يعني مرتبطة باتهيئة للانتخابات القادمة وهذا قد يكون أحد المسارات التي لن تجد قوى الإطار التنسيقي الشيعي منه بالتحديد يعني أن تستمر بالنظر إلى السيد السوداني على أنه فرصة يمكن أن تصحح مسار العلاقة ما بين مكونات الإطار التنسيقي وما بين جمهورها أو حتى مكونات المجتمع الأخرى لهذا أنا أجد من أن هذه الرؤية هذه النظرة غائبة بشكل كبير جدا لدى هذه الزعامات